اشتركوا في القناة المبادرات الإنسانية وارتباطها بالرياضات المختلفة تدل على أهمية دور الرياضة وتسخيرها من أجل العمل الإنساني وتأكيد على أن الرياضة لا تقتصر فقط على التنافس والسعي من أجل تحقيق المراكز الأولى بل هي عنوان أشمل وتحمل مضامين ومعاني وقيم نبيلة تجاه المجتمع وتساهم في دعم المبادرات العالمية الرابية إلى تحقيق الصحة والسلامة والعلاج من كافة الأمراض وقال سموه إنه فخر كبير جدا أن أشارك في هذا التحدي الكبير مع بقية المشاهير من مختلف دول العالم والذي يهدف إلى دعم العمل الإنساني ومكافحة مرض السرطان بالإضافة إلى دعم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والجمعيات العالمية التي تهتم بمكافحة مرض السرطان الأمر الذي يؤكد أهمية الارتباط الوثيق بين الرياضة ودعم المبادرات العالمية التي تحمل قيما إنسانية وتساعد المجتمع العالمي على تخطي تلك التحديات الصحية وضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد يعتبر تحدي سوليداريتي للدراجات الهوائية من أبرز الفعاليات الرياضية على المستوى العالمي وهو بمثابة منصة افتراضية كبيرة يشارك فيه نخبة من الشخصيات العالمية وتسهم بقدر كبير في جعل الرياضة أسلوب حياء والتوعيات المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة بالإضافة إلى دعم التوجهات الأممية والجمعيات العالمية التي تهدف إلى زيادة وعي جميع أفراد المجتمع العالمي بمخاطر مرض السرطان والتوعية من أجل تجنب الإصابة به وجمع التبرعات لمساعدة المصابين به ومحاربته والعمل على تشكيل حلف رياضي عالمي يساهم في دعم تلك التوجهات والمبادرات من أجل مكافحة هذا المرض وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مشاركة فريق البحرين فيكتوريس في هذا السباق من خلال نجومه يمثل مبادرة من مملكة البحرين لإعلاء قيم الرياضة النبيلة وعلاقتها بالأعمال الإنسانية والخيرية وأن مشاركة الفريق أعطت السباق زخما إعلاميا كبيرا سيساهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي وجد من أجلها وتبع سموه إن الأمراض المزمنة أصبحت منتشرة في المجتمع العالمي ومواجهتها تتطلب حلولا وتعاونا من قبل القطاع الرياضي الذي يمتلك مقومات كثيرة ومتابعة جماهرية عالية الأمر الذي يساهم في بث رسائل التي تساهم في التركيز على الوقاية من الأمراض بعدة مبادرة